الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء بتاعنا بيجتمع كل يوم أربع النهاردة كان الاجتماع شاهد عدد من المناقشات وعدد من الملفات اللي تم ترحها في اجتماعات مجلس الوزراء النهاردة رئيس الوزراء النهاردة نوه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا احنا عارفين حضراتكم دي كانت مشكلة زمان موضوع الأرض انت عايز تبني مصنع فمحتاج أرض لها رئيس الوزراء بقول لا احنا هنتخطى كل هذه الخطوات وهنخلي هناك منظومة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا كلمة قريبا هي الوحيدة اللي عندنا دلوقتي والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلقى الأرض وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية الدكتور مصطفى مدبولي في نفس السياق قال إن إطلاق هذه المنظومة يأتي في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة وقال إنه سيتم عرض خطة الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة ده موضوع هام جدا والناس بتشتغل في الصناعة وسمعانا دلوقتي تعرف إنه مشكلة الأراضي دي لما تتحل بهذا الشكل ولأول مرة يعني ما أعتقدش إنه قبل كده كان موضوع التخصيص بيمشي إلكترونيا يعني حضرتك هتدخل تشوف الخرايط على الانترنت وتختار على الانترنت وتشتري من على الانترنت وتدفع على الانترنت يعني بصراحة أعتقد إنه أمر يعني يستحق الإشادة بيه حال تطبيقه ونشوف تطبيقه هيكون ماشي بشكل عملي إزاي الملف التاني بقى وده اللي أنا مهتم بيه جدا وهو ملف التشابك الحكومي الناس بتروح في حضراتكم من محاكم من 10-15 سنة هيلاقي مثلا إيه هيئة البريد مع مشعاف الكهرباء هيلاقي مشعاف مين مع مين متخنقين مع بعض وبينهم قضايا فكنا نستعجب يعني الموضوع ده ده من 15 سنة 20 سنة ونشوف الكلام ده كله مفيش يعني مفيش حل كان أصعب حاجة في الموضوع ده فلوس التأمينات وحلوها حل جزري ومحترم وراقي ويواجه المشكلة مباشرة ودي ميزة الحلول بتاعت اليومين دول كان دايما عندنا سؤال هي فلوس التأمينات فين الحكومة حلت هذه المشكلة تماما وانتهينا من موضوع مسألة فلوس التأمينات وستعود وسيتم استغلالها ويبقى أمر هتقو يعني إن شاء الله يعود بمنافع كثيرة جدا ترجمة نانسي قنقر